شكرا لكم من جديد مشاهدينا ننتقل الآن إلى استوديو حديقة الانترنت مع منال صباحكم سعيد مشاهدينا احتفلت جامعة حمدان بن محمد الذكية ب516 خريجا من بينهم الدفع الأولى لحملة شهادة الدكتورة وفاجأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية خريجي الجامعة برسالة تهنئة خلال الحفل الذي عقد افتراضيا وتم بثه عبر مختلف المنصات الرقمية حيث تعد جامعة حمدان بن محمد الذكية سباقة لتوظيف التكنولوجيا في ضمان استمرارية العملية التعليمية وتخريج جيل جديد من المبتكرين ورواد الأعمال وقادة المستقبل يسرنا استضافة سعادة الدكتور منصور العوار رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية في هذا الصباح صاحك سعيد ومبروك تخريج الدفعتين العاشرة والحادية عشر من طلاب الجامعة ما هي ميزات التعليم الذكي في جامعة حمدان الذكية جامعة حمدان هي باكورة رؤية سيدي صاحب السمو شمح من برعاشداء المكتوم رعاه الله منذ عام 2002 ميدان التعليم الذكي ورؤية التعليم الذكي منذ 2002 إلى اليوم فنحن أكثر من 19 عاما في هذا الإطار يعني التعليم الذكي هو إعادة لهندسة التعليم العالي والتعليم عموما على مستوى العالم طبعا فكرة ابتكارية في التعليم فكرة استباقية بدأت لعام 2002 بالضبط الرؤية استباقية كانت ولذلك حقيقة جنينا آثار هذه العملية جني ثمرات كانت من طلاب متكيرين ورعا تقليديين منذ الجائحة حتى فكنا سباقين في هذا الإطار ولا شك أن جامعة حمدان أحد الدعام الأساسية فيها أن نحن نخرج رواد أعمال ولا نخرج طلاب وظائف ماذا يعني رواد أعمال وليس طلاب وظائف بمعنى أن خرجينا ما يقفهم في استفاف الطابور للوظائف الحوالي لديهم ميزات خاصة لديهم مهارات تزيد من ثقتهم بنفسهم لما يتخرجون فيؤسسون أعمالهم بذاتهم في أي تخصص كان ليس مقصورة فقط على كلية إدارة الأعمال بل هناك رياضة أعمال في مجال الطب والهندسة ورياضة أعمال في مجال القانون وكل رياضة الأعمال فبالتالي عندنا كليات مختلفة عندنا كلية الإدارة الصحية على سبيل المثال فهناك من خرجيين كانوا من الطباء دخلوا برنامج ماجستير وبالتالي فتحوا لهم عيادات خاصة أصبحت عندهم مساهمة في بناء الاقتصاد الوطني نحن جامعة حمدان من الحمد الذكية تريد أن تعكس الأسلوب السائد أن الجامعات تخرج البطالة إلى المجتمعات العربية نحن نقول لا الجامعات تساهم في بناء الاقتصاد الوطني بتقليل هذه البطالة وبالتالي البطالة لا تقل إلا إذا كنا نخرج رواد أعمال يكون المهارات التي تعطى للطالب أثناء الدراسة هي التي تمكنه من ثقة بنفسه ومن ثم الدخول إلى عالم الأمان نعم انتقلتم إلى شكل سحابي في عام 2019 ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه نريد أن تصل جامعة حمدان إلى جميع بقاع الأرض وهذه العمليات كان في السابق إذا تدرون كل العمليات الإلكترونية تحدث ما يسمى ببيت البيانات أو الداتا سنتر مراكز البيانات حيث الحواسيب حوذ الحواسيب وغيرها الآن ما أصبح للمركز البيانات على أرض الواقع محل لأن كل البياناتنا هو خدماتنا في السحاب ولذلك اليوم الجامعة حمدان تعتبر أول جامعة في شرق الأوسط نقلت جميع أنظمتها وخدماتها على السحاب فتمكن اليوم عندنا أكثر في أثناء الجائحة طرحنا برامج للمعلمين ومعلمات حول العالم بالتحالف مع اليونسكو اليوم أكثر من 400 ألف دارش عبر هذه المساقات لو كانت المراكز البيانات فكانت عندنا مشكلة في استيعاب هذا العدد الهائل من المتعلمين هذا يساعد على توساعة العمل أكثر من 400 ألف وفي أكثر من 100 دولة فأعتقد أن الحوسب السحابية ونحن اليوم في الحوسب السحابية نحن رحنا مع أمازون أمازون ويب سيرفزيز من من الجامعات معنا؟ نحن نجاعد حمدان توا ناشئة الناس تتطرنها ناشئة لكن من 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 الجامعات؟ جامعات محدودة هارفرد معنا معنا أوكسفورد معنا كامبرج اليوم نحن نحن نحق الكتف ربينج شولدرز مع العمالقة في مجال التعليم العالي أيضا أريد أن أسألك عن فترة كورونا هل زاد التسجيل بهذه الجامعة خلال هذه الفترة؟ يعني الناس وجهت للمنصات الرقمية للتعلم واكتساب المهارات نعم هل فترة؟ الحمد لله في دوت المرات بفضل رؤية القيادة الرشيدة كانت البنية التحتية جاهزة لاستخدامها إلى موضوع التعليم لكن يجب أن أوضح للمشاهدين دائما التعليم عن بعد يعني كل تعليم ذكي هو تعليم عن بعد لكن ليس كل تعليم عن بعد هو تعليم ذكي ما الفرق؟ الفرق في أساليب التعلم يعني أنا صحيح مثلا اليوم من أنك كنت أدرس في الفصل ثم الآن انتقلت إلى الشاشة فإذا انتقلت بنفس الأسلوب وبنفس أساليب التعلم إذن أنا ما أصبح تعليم ذكي أنا أستطيع تعليم عن بعد فلذلك التعليم الذكي يختلف أساليب التعلم بحيث يجعل الطالب هو في كرسي القيادة وليس المعلم وليس الإدارة ولذلك نحن دائما نقول طالب يقول إذا كنتوا مو في كرسي القيادة أنتوا كيف؟ أنتوا مديرين أو أعضاء تدريس قالوا لا أنت في كرسي القيادة نضرب مثل بالجوجل ماب اليوم الجوجل ماب يعني أي مكان تريده أنت تريد إذا ما دخلت الديريكشن ما يعطيك الاتجاه نحن الديريكشن تبع الجوجل ماب للطالب فالطالب هو اللي يحدد مساره أريد أن أشكرك سعد دكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بمحمد الذكية في هذا الصباح وأشكر مشاهدين على هذه المتابعة وعود الآن إلى أسامة وقرازيلا شكرا